اشتركوا في القناة الاحترازية اللازمة المعتمدة من منظمات الصحة العالمية فيما عقب المصدر بذلك على ما تناولت وسائل الاعلام عن انه تم تشخيص حالة اصابة بداء الكورونا لشخص يقيم في فرنسا كان في زيارة لدولة الامارات في الفترة من التاسع الى السابع عشر من ابريل الماضي وشددت الوزارة انها ستقوم بالتنسيق مع الهيات الصحية والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها بما فيها منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الفرنسية منظمة الصحة العالمية من جانبها قالت الفيروس لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي وشددت على ان الوضع لا يتطلب اي اجراءات لحظر السفر او اجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدول ولا فرض قيود على التجارة وطالبت المنظمة من مراكز الاتصال الوطني المعنية في الدول العالم بابلاغها باية حالة مشتبهة او مصابة خلال اربع وعشرين ساعة وهذا ما تلتزم به دولة الامارات كدولة عضو في منظمة الصحة العالمية المملكة العربية السعودية اعلن وزير صحتها ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الى خمس عشرة حالة وذلك بعد وفاة حالتين اليوم في الاحساب المنطقة الشرقية وان عدد الحالات المصابة في المملكة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي بلغ اربع وعشرين حالة صديق المتوفى كان يعاني من شيء لم نكن نعرفه وحالته الصحية كانت تسوء يوما بعد يوم حتى توفي ولم يعلمنا احد بحقيقة حالته سوى انه كان مصاب بالتهاب صدري ثم تطور الامر الى الكلة حتى توقفت تماما عن عملها واضاف المسؤول السعودي ان التواصل اجار مع منظمة الصحة العالمية وخبراء من دول العالم بهدف اجراء مسح ميداني وبيئي للوصول الى نتائج علمية موضحة ان طريقة الانتقال ومصدر الفيروس غير معروفين حتى هذه الساعة ودع الجميع الى ضرورة اتباع الارشادات العامة للوقاية من فيروسات الانفلونزا المتمثلة في النظافة الشخصية وغسل اليدين والابتعاد عن المصابين الفيروس الجديد شخص بانه فيروس غامض ونادر نطلع الان على اعراضه وطرق الوقاية منه وكيف يمكن تجنبه مع منال احمد اهلا بكم الفيروس الجديد شخص بانه فيروس غامض ونادر وبحسب المعلومات الاولية تبدأ اعراض هذا الفيروس الجديد بسيطة كاعراض الانفلونزا وربما تتطور الاعراض الى التهاب حاد في الرئى كما قد يمنع الفيروس وصول الاكسجين الى الدم مسببا قصورا في وظائف اعضاء الجسم ما قد يؤدي الى الوفاة في حالات معينة اذا اردت ان تقي نفسك من هذا الفيروس فهو كمعظم الفيروسات التي قد تصيب جهاز التنفس وينتقل المرض عن طريق تلوث الايد والرداذ والمخالطة المباشرة مع السوائل وافرازات المريض وجزيئات الهواء الصغيرة ولانه لا يوجد لقاح ضد هذا الفيروس يجب عمل كالتالي للوقاية منه عزل المصاب غسل اليدين استخدام الكمامات في اماكن الزحام لا يوجد لقاح مضاد للفيروس اما طريقة الكشف عن هذه الاصابة بهذا الفيروس عن طريق الاعراض او التحليل الفيروسي البخبري ويتم شفاء هذا المرض نهائيا بعد فترة تتراوح من اسبوع الى اسبوعين وليس هناك علاج خاص ضد المرض حيث يقوم الجسم بطرد الفيروسات بالمناعة الذاتية الا انه يتم علاج الاعراض بالادوية الخاصة لكل منها كالادوية الخاصة بالسعال والمسكنات ومضادات الالتهابات كما يجب الابتعاد عن الاماكن الرطبة وتهوية المنزل جيدا مع تدفئة جيدا ايضا يجب ارتداء قناع للوقاية من العدوى بالمرض واخيرا يجب يتم عزل المصاب بغرفة خاصة به وعدم الاحتكاك به باغراضه الخاصة حتى يتم الشفاء ونسأل للجميع السلامة نعم